اشتركوا في القناة احتمله من منشأة ومرافق خدمية وفق المواصفات الحديثة الملائمة لتقديم مختلف الخدمات لإيواء الخيول في بيئة مناسبة وبهذه المناسبة رفع سمو الشيخ فيصل بن راشد خالص الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على ما تلقاه رياضات الفروسية وسباق الخيل من رعاية واهتمام ودعم متواصل منوها سموه بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لكل ما يسهم في تطوير هذا القطع الرياضي الهام وأشار سموه إلى أن مشروع إنشاء الاستبلات الجديدة بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل جاء ضمن اهتمامات الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة لتسخير وتهيئة أفضل الإمكانيات اللازمة أمام الملاك والمضمرين المشاركين في سباقات الخيل لاستيعاب خيولهم في بيئة مثالية ومتميزة مؤكدا الحرص المستمر على الوقوف بجانبهم جميعا لتسهيل نشاطهم وبما يساهم في دعم جهودهم لمواصلة عطائهم في إثراء رياضة سباق الخيل منوها سموه بالجهود الكبيرة التي تليها وزارة الأشغال في تنفيذ المشاريع التطويرية المختلفة في نادي راشد للفروسية وسباق الخيل وذلك تعزيزا لمساعي الارتقاء بهذا القطع من جانبه أكد وزير الأشغال أن هذا المشروع يأتي في ظل اهتمام الوزارة والجهود المبذولة والتعاون الوثيق مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية مشيرا سعادته إلى أن المشروع يعد من المشروعات الهامة التي ستشكل نقلة نوعية في مجال تحسين المنشآت المساهمة في تطوير رياضة سباق الخيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر